السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي طالبات وطالبات واولياء امور الصف السادسة الابتدائي. ان شاء الله متابعين ونكملين مع بعض المنهج من كل الكتب الدراسية المختلفة. كتاب جيم. كتاب باي بت وكتاب المعاصر. الفيديوهات موجودة على القناة. في قائمة للصف السادسة الابتدائي للعام الدراسي الجديد الفين تلاتة وعشرين. ان شاء الله هناخد مع بعض النهاردة من كتاب الاضواء جيم. من الوحدة الرابعة. على الدرسين التالت والرابعة. الدرس التاني هنقضى عن وقت التدريب. الجزء الخاص بالجرامر بتاعنا في الدرسين التالت والرابعة. هنحلمها بعض صفحة مية اتنين وتمانين ومية تلاتة وتمانين ومية اربعة وتمانين. هنبدأ بصفحة مية وتمانين او السؤال معي خاصة بالاختيارات. اختر لاجابة الصحيحة من الاربع اختيارات اللي عندها نوبر ون. طبعا سكار هي سيارة رياضية. يعني عايزي قولي هنا هل سبقوا بحادص؟ طبعا هنا. دو زي ايفر. تمام? عايزين اقول ايه? هاف? طبعا هنا في المصدر طالما عندي دو. ولا هاز? طبعا ما يفعش في حالة السؤال. ولا هادي هنا في الماضي? طالما عندي دو باختار هنا الفعل بتاعي. بيكون في المصدر. دو زي ايفر. هل سبق هاف اناكسيدونت? ويصيبه بحادس? صار رقم تلاتة هنا بيقول لي ايه? هي هو دائما نقط اناب. اللي هي يعني ايه? غفوة. عايزين هو دائما بيأخز غفوة. درايفز يكود او يسوق. ويرز يرتدي. يضع. يأخز. هو دائما ايه? يأخز غفوة. رقم اربعة اي دون لايك بيتزا. انا لا احب الايه? انا ما بحبش البيتزا. اي نقط ايت ات. طبعا ما انا ما بحبها اي اوفن. انا غالبا بأكلها. اي جوالي انا عادة باكل البيتزا. اي اولوز انا دايما باكل البيتزا ولا هاردلي ايفر. هاردلي ايفر. يعني نادرا نادرا ان انا ااكلها يبقى هاردلي ايفر. اقلم مستوى عندي. هو ما بيحبهاش يبقى عندي هاردلي ايفر. بمعنى نادرا او قليلا جدا ما اتناول ايه? البيتزا او اتناولها. جيب لي بعد كده بقى فقرة. وعلى هاسئلة نقرأ الفقرة مع بعض. بيقول لي نريد اقرأ ذا بس جال فقر ان انصر واجب على الاسئلة. بيقول لي هنا ايه? راشا واختها. يعني قاموا بزيارة ممتعة الى استوديو تصوير الافلام. يعني في السادس من ايه? من شهر ايه? اكتوبر. يوم ستة اكتوبر. في مدينة ايه? اكتوبر. طبعا هنا اللي هي ايه? مدينة السادس من اكتوبر. هما راحوا لزيارة ممتعة لفيلمة او لستوديو تصوير الافلام. سيدي هنا اللي هي مدينة. يبقى مدينة السادس من ايه? من اكتوبر. هما قبلوا عدد من الاشخاص. في الستوديو. هما شافوا راجل بياخذ ايه? ياخذ حمام ايه? حمام شمس. ذي مت. ذا فيلم ستار. هما قبلوا مين? قبلوا فيلم ستار اللي هو النجم بتاع الفيلم. البطل بتاع الفيلم. احمد حلمي. اسمه احمد حلمي. في البداية. هما ما كانوش عارفينه ليه? لانه كان حاطت ميك اوب كتير. عشان كده كان شكله متغير. فما كانوش عارفيني دا احمد حلمي في البداية. هما طالبوا بقى منه ايه? عشان هو يوقع لهم اوتوغراف. وكمان التقطوا بعض الصور مع اتوصفة انها كانت ايه? ممتعة. الزيارة بتاعتهم دي كانت ممتعة. بيقول لي هنا بقى. راشا ان هير سيستر. راشا واختها فيزيتت زاروا فيلم ستوديو. ستوديو تصوير الافلام. في مدينة ايه? مدينة السادس من اكتوبر. مدينة السادس من اكتوبر. طبعا نجيب لي هنا نصر. مدينة نصر. سادات مدينة السادات. شروق مدينة الشروق. تمام? هنا رقم اتنين. احمد حلمي. هما معارفوش او ما كانوش عارفين احمد حلمي. بكوز ليه? بكوز هي واس بوتينج اون. لان هو كان وضع ايه? اولد كلوث. يعني كان لابس. ملابس قديمة. ولا ميكوب. كان حضت ميكياج. ولا واج كان لابس بروكة. ولا دارك جلاسز. ولا كان لابس نظارة. لونها غامة. ما كانوش عارفينه. طبعا هو كان حضت ايه? ميكوب ميكياج. بعد كده بيقول لي هنا اجيب على الاسئلة التالية. هما طلبوا من احمد حلمي يعمل ايه? طبعا هو طلب من احمد حلمي ان هو يوقع لهم اوتوغرافي يبقى طلبوا منهم ان هو يوقع لهم ايه? اوتوغرافي. بعد كده بيقول لي هنا طب لماذا كانت زيارتهم الى استوديو تصوير الافلام فان ممتعة وجميلة? ليه الزيارة كانت كويسة بالنسبة لهم او ممتعة? بالنسبة لهم. تمام? هنقول هنا هما التقطوا بعضا كمان ايه? بعضا من الصور. يبقى ليه الزيارة بتاعتهم توقع فيلم استوديو للستوديو تصوير الافلام فان ايه? كانت ايه? ممتعة? طبعا هما ايه? هنقول له ان هما التقطوا اه بعضا من الايه? الصور. هم التقطوا بعضا من الايه? من الصور. نبلي الصفحة الاقصادها صفحة 183 page 183. write an email اكتب رسالة بريد الالكتروني. اسمه كونا من السبع جمل. write an email to your friend اسامة. انت هتكتب to الى اسامة. يبقى عنوان اسامة ايه? اسامة ايه? ده عنوان البرد الالكتروني بتاعدي الى. الى يبقى ده اللي هو المرسل اليه. المرسل اليه اسمه اسامة. نكتب عنوان البرد الالكتروني بتاعدي وجنب كلمة to. تمام? عشان تخبروا الايه? عن ايه? about your visit to a film studio last month. تخبره عن زيارتك لستوديو تصوير الافلام الشهر الماضي. يبقى subject اللي هو الموضوع. الموضوع ايه بقى? يور هتتحول الى ماي. يبقى ماي visit to a film studio. زيارتي الى استوديو تصوير الايه? الافلام. ده اللي هو subject الموضوع. تمام? ودهتو الى الى اسامة. تب انت بقى اسمك ايه? يور نيم اسمك از احمد. انت اسمك احمد. انت الراسل. ده اسمي مين? الراسل. يور ايميل ادرس. عنوان البرد بتاعك يا احمد البريد الالكتروني is aحمad is student.com. يبقى عنوان البريد الالكتروني بتاع الراسل يعني مين مين? من احمد ده عنوان الراسل. يبقى كتبنا اسم المرسل اليه والراسل والموضوع بتاعنا في الاول هنقول له ايه? ده الاسامة. عزيز الاسامة. لان انا ببعت لمين? لأسامة. يبقى في الاول بكتب هنا اسم مين? اسم المرسل اليه. وفي الاخر خالص بكتب اسم الراسل انا ما كن بعيد اي حاجة لحد بكتب كده توقيع في النهاية. هنقول له دير اسامة عزيز الاسامة واريو كيف حالك? I miss you so much. انت وحشتيني كتير جدا. يسر دي امس. I went to a film studio. انا رحت الستوديو تصوير الافلام. it was in Alex. ده كان في الاسكندرية. they make all kinds of films. هما بيعملوا كل انواع الافلام at the studio. في الستوديو ده. I watched the actors. انا شفت الممثلين بيتمرنوا وبيعملوا كده بروفات. it was so cool. ده كان رائع جدا. I talked to a film star. انا اتكلمت مع النجمة بتاع الفيلم. the actors الممثلين. كانوا بيرتدوا البواريك. I was happy. انا كنت سعيد. I had a nice time there. انا قضيت وقت جميل هناك او وقت لطيف هناك. وبعد كده الجملة الختمية التعتي. see you soon. بمعنى ايه? اراكا قريبا. واجه هنا في النهاية وقل له love. المخلص او المحب مين? واسمه انا الراسل احمد. جايب لي هنا بيقول لي read اقرأ. the following words. الكلمات التالية. to make عشان تكون correct sentences جمال صحيحة. هنا number one. make يصنع. do you fail. او بمعنى هل في البداية في المدارع. friends الاصدقاء. you and ever. سبق. تمام? عايزين نسأل ونقول هل سبق وانت تكون الصدقات? او كونت الصدقات قبل كده? تمام? كونت الصدقات من قبل. يبقى do you ever make friends? do you ever make friends? يبقى do. انا عندي do. ادي معنى هل هو جيبها لها ابدأ بيها. وهدي الفاعل. you and ever دي اساسية معايا في السؤال. do you ever? وبعد كده مين? المصدر بتاعي. طالما عندي do. يبقى make. do you ever make friends? هل تكون الصدقات من قبل? بعد كده رقم اتنين افر من قبل او سبق ميزيكو الموسيقى لسني استمع. اي انا هاردلي هاردلي مع ايفر بمعنى ايه نادرا او قليلا ما. do ilan. انا نادرا ما استمع الى الموسيقى. اي. تمام? اللي هو الفاعل انا هبدأ به. بعد كده زرف من ظروف التكرار على بعضها. هاردلي ايفر انا نادرا ما بعد كده بجيب الفاعل بتاعي في المصدر عشان عندي اي. لسنو مع حرف الجارة وبعد اجي التكملة بتاعتي استمع الى الايه? الموسيقى. اي هاردلي ايفر انا نادرا ما استمع الى الموسيقى. بعد كده صفحة اه مية اربعة وتمانين بيتش وان هندر ايتي بيقول لي هنا ايه? اختبر نفسك. اختبر هنا على الدرسين التالت والرابع. والجزء الخاص به الجرامر. واول السؤال معي خاص به الاستماع بيقول لي هنا استمع وضع دايرة. هنا بيكون جايب لي في الجزء الخاص بالاستماع اربع نقاط او اربع اسئلة. السؤال الاول والتاني بيقول لي السؤال والاجابة وانا بركز في الاجابات لانا بختار اجابات. السؤال رقم تلاتة واربعة برضو بيقول لي السؤال والاجابة لكن انا بركز في الاسئلة لان انا بختار ايه? بختار اسئلة. number one. اسمعوني كده? بيقول هنا ايه? number one. what's your favorite hobby? ايه هي الهواية المفضلة بالنسبة لك? قال له listening to music. الاستماع الى الموسيقى. listening to music. بدي اللي اخترتها ودي اللي انا سمعتها. number two. بيقول له هنا ايه? do you ever sign autograph? هل من قبل توقع اوتوغرافات? وقعت اوتوغرافات قبل كده? قال له نو ايضون. لا انا لم افعل. نو ايضون. دي اللي انا سمعته. ركز بعد كده. في رقم تلاتة. بيقول لي هنا ايه? رقم تلاتة نركز في السؤال. بيقول لي هنا ايه? هل هي حصلت على حمام شمسة? واخدت حمام شمسة من قبل? قال له نعم هي فعلت. دي اللي انا سمعتها وبحدد عليها. رقم اربعة. هل سبق واخذت غفوة? قال له ايضون. لا انا لم افعل. يبقى دي اللي انا سمعتها. نكمل لي هنا الكزء الخاص بالقراءة. وهنكرى ونخطيار الاختيار الصحيح من بين الاختيارات بتاعتنا. بيقول لي هنا اختر اجابة الصحيحة من الاربع اختيارات اللي عندينا نمبر ون. بيقول لي هنا ايه? علا مكياج. يعايزين نقول علا لم تضع الايه? المكياج. تمام? ترتدي المكياج. ولا تضع معنا تضع ولا تتحدث. عندي هنا ايه بمعنى تضع. يبقى علا لم تضع مكياج. رقم اتنين هاني دايما بيتحدث في ايه فون التليفون. حادث حمام شامس الموسيقى. يبقى هنا بيقول لي هنا هاني دايما بيتحدث في ايه فون التليفون. هاني دايما يتحدث في التليفون. بعد كده بيقول لي هنا ايه? رقم تلاتة. آآ اي نقط listen to music. استمع الى الموسيقى. اي لوف ايت. طالما انا بحب الموسيقى. يبقى اي نيفر. انا ابدا ما باستمعش الموسيقى. ايفرد في السؤال. دايما عايزة معها ايفرد. تمام? يبقى انا ايه? دايما استمع الى الموسيقى لان انا حاجة بحبها فدايما باستمع لها. رقم اربع اي نقط. take a pass. اخذ الاتوبيس. as لانا. ازهلا بمعنى لانا. زي كلمة because i go on foot. لان انا اذهب سيرا على الايه? انفوت يعني سيرا على الاقدم. انا بقى بروح مشي كده على رجليه. فانا ايه في الاتوبيس? باخد اتوبيس. doesn't. اي ما ينفعش هم فيها? doesn't. don't? ولا هنا احنا اصلا عايزينها منفية. ولا do? يبقى اي don't take a pass. انا لم اخذ الايه? الاوتوبيس. انا لم اخذ الايه? الاوتوبيس. بعد كده الجزء الخاص برايتنج التركيم وي جمل وهنرقمها. رقم الجمل التالي. هل هو سبق? وقد سيارة رياضية. عندي هنا حرف الدياني على اول حرفة. لقيت اسمون بعملو كابيتا الليتر. تمام? وامشي كده في الجملة لاقي مفاجه اي تغيير. اجي في الاخر كده واقوم عامل ايه? عالمة استفهام. لا هي ابدا نمتضع لايه? المكياج ما بحطش مكياج. عندي هنا نو بعد نو. بعمل الكومة اللي الفصلة السفلية. دي اول علامة من علامات التركيم. وهنا اجي في النهاية واعمل فلسطوب لان دي ات جملة خبرية مش ايه? مش استفهمة. يبقى دول علامتين التركيم اللي معايا. كده حبيب خلصنا مع بعض الفيديو بتاعنا يا رب ينول اعجابكم. اشكركم على الحسن استماعكم. اتمنى متابعتكم. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.